تدريب يعني مش يوم ولا اثنين نحن بكلم تدريب طيلة مدة رمضان 30 يوم شهر كامل حقيقة قلت ربنا سبحانه وتعالى بيضربنا على هذه المدة عوزين نعرف ايه الادلة اللي موجودة في نصوص القرآن الكريم ليعني المواساة في شهر رمضان تحديد عندما يتكلم الله تعالى عن من لا يستطيع الصيام وعلى الذين يطيقونه فذيات طعم مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فذيات طعم مسكين معنى الاطعام في الكفارات ومعنى الاطعام في تجاوز العقبات كثير من الناس يظنون ان اطعام الفقير او اطعام الناس بشكل عام امر يعني نفل ليس متأكدا وليس مطلوبا طلبا اكيدا بالعكس الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حب الانسان للمال في سورة الفجر مثلا عندما يتحدث عن ان الانسان اذا اصابه ضر فزع واذا اصابته نعمة بطر وتكبر فيقول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما وايضا في سورة البلد عندما يتكلم عن العقبات فلقتح من العقبه وما ادراك من العقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة أولئك أصحاب الميمنة انظر الى هذه الاوصاف في الايات عندما يتحدث الله تعالى عن زيادة الحاجة يتيما فقد الاب ذا مقربه صلة الرحم او مسكينا ذا متربه يعني لصق بالتراب من شدة الفقر والجوع يريد ان يقول لك كلما زادت الحاجة كلما قوي الثواب وعظم الاجر يعني حوائج الناس اليكم من نعم الله عليكم هذا كله يتضاعف ثوابه في رمضان ويزداد الاجر عندما يرى الناس هذه المظاهر الإيمانية يقبلون على العطاء وعندما نعطي لا نريد ان نكون اصحاب من واذا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن واذا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذا والله غني حليم يعني الله غير محتاج الى صدقتك وإلى اطعامك ولكن المسألة في جبر الخواطر كان الله قادرا على ان يطعمه من غير احتياج اليك ولكن اجرى رزقه على يديك حتى تأخذ الثواب والاجر والله سيصل سيوصل اليه رزقه بأي وسيلة لكن لما كنت انت الذي وصلت هذا الرزق كان ذلك منة من الله معنى المواساة معنى جبر الخواطر الذي يجب ان نعيشه جميعا على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي عندما نرى تطوير العشوائيات والاهتمام بالطبقة الفقيرة وذو الدخل المحدود كل هذه من مظاهر الحضارة الراقية الامة التي تهتم بضعفائها وفقرائها فهي أمة إلى تقدم وانطلاق هكذا علمتنا الشريعة وهكذا أراد الله تعالى من شهر رمضان حثا للناس على فعل الخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تقرب فيه من خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ولذلك يقبل الناس على إعطاء الزكاة في رمضان لماذا لأن الثواب فيه مضاعف والأجر فيه يعني عظيم فما أحوجنا إلى أن يجعل كل يجعل كل إنسان شيئا من دخله لجبر الخواطر لذلك هو شهر الرحمة والمغفرة والعطق من النور أيضا صحيح